كأنها مسلس برمودة لكن على الأرض ادي خليها مفقود والخارج مولود أغرب مدينة على مستوى العالم عمرها ييجي 15 ألف سنة ألغزها كتير وبحدش قدر يحلها وقالوا إنها مدينة الجان على الأرض مدينة سيفار الجزائرية يطرق الستهائية وهل عاش الجن فيها فعلا؟ ولدوا أكتر؟ هتعرفوا في الفيديو دابر خمسة بالعربي سموها مدينة اللغز أو مدينة الجان بتشبه المتاهة موجودة في نص الصحراء في محافظة إليزي جنوب شرق الجزائر فيها متحف للرسومات ونقوش بيوصل عمرها لأكتر من 15 ألف سنة أقدم وأكبر مدينة لكهوف في العالم على مر العصور كانت هي مدينة اللغز واللي تقال عنها حكايات كتير وعجائب أكتر قالوا إنها برمودة الأرض وعلماء الأثار الأمريكيين لقبوها برمودة البر لكن اللي يسبب قلق حقيقي وكبير عند كل البشر هو سر اتعرف من وثيقة في بريطانيا واحد من أهم الوثائق في متحف بريطاني أشارت إلى أن الناجي الوحيد اللي راح المدينة ولف في كهوفها ورجعتاني للحياة هو أليستر كراولي أشهر ساحر في التاريخ مدينة من الكهوف الحجرية موجودة في منطقة تصيلي ناجر واللي معناها بلغة قبيلة التوارق جبل التور سلسلة متصلة من الكهوف التاريخية والمقلقة فيها أغرب نقوش ممكن أي حد يشوفها ما حدش يقدر يتخيل اللي موجود داخل الكهوف دي لكن المؤلق واللي تسبب في انتشار اسمها هو أن المدينة هي مدينة جان في الأساس والناجي الوحيد كان ساحر وأنه دخل بفريق كبير لكنهم اختفوا كلهم في المدينة وبين الكهوف بشكل غير طبيعي ونجى هو بس هل ممكن تكون قدراته هي اللي نجته؟ كراولي حياته انتهت بعد السنين من زيارته للمدينة الغريبة لكنه ترك مخطوطة اجتملت على رموز غامدة وحيوانات غريبة ومألوفة لكنها عايشة وسط أنهار وحضائق ضخمة وده خلى الكل يقول أن دي الجزء الثاني من المدينة على جدران الكهوف كان موجود رسومات تشبه البشر بشكل كبير ورسومات تانية ظهر فيها البشر وهم بيطيروا في السماء باستخدام أدوات تساعدهم على كده ده غير ظهور بعض النقوش اللي البشر فيها لابسين لبس يشبه اللي بيستخدموا البشر حاليا فهل اللي عاشوا قبل كده ورسموا الرسومات دي كانوا عارفين المستقبل؟ اللي فات مش أغرب شيء عن المدينة لأن الحكايات اللي تقالت عنها على مر التاريخ كتيرة وكلها أغرب من بعضها فمثلاً قالوا أن فيه كائنات فضائية ظهرت المدينة وتوصلوا مع سكانها الأصليين لأن ظهر في النقوش رسومات غريبة فصرها العلماء على أنها فضائيين بأطباق طائرة أخطر روية تم ذكرها عن المدينة هي أن المنطقة دي كان سكانها كائنات الحن والبن ودي كائنات كانت بتسكن الأرض قبل خلق سيدنا آدم ونزوله على الأرض مع حواء وتكوين أسرة وإعمار الأرض وفي فرقة بحثية أكدت وجود حياة كاملة في المنطقة دي بسبب وجود مصادر مستدامة من مياه الشرب وبسبب المخاطر الموجودة في المدينة والألغاز اللي تقالت عنها الجيش الجزائري هو اللي بيحمي المدينة تفتكروا إيه السر وراء أغرب مدينة في العالم